مشاهدين الاعزاء اهلا معكم صورة زايد فيدل من اليوم ده بتتكلم عن اساسيات لبس الجامعة من الوكالة طيب مبدئيا كده انا لو معي متين جنيه مثلا وعايز انزل الوكالة اشتري ايه للبس الجامعة تعال بقى انا وليكم اشتريت ايه ينفع للبس الجامعة اهم حاجة طبعا لازم نشتري من الوكالة لبسي للجامعة يكون شكله جديد عشان مالش هينفع ان انت تشتري حاجة شكلها قديم تروح بها الجامعة هتحس ان انت مع انتك السك الفي نفسك وان ان انت لابسة حاجة يعني حتى لو حد قالك يعني مسلا حتى لو حد بس لك loot بصي لك بصة بسيطة انت هتحس ان انت لابسة حاجة غلط لان اول انه اوه من الوكالة فصمعة الوكالة في الجامعة بسم الله من شاء الله يعمي سمعة واحفشوا مجابوا السمعتين بنيين اصلا معين الوكالة دي من احسن الاماكلي احلى لاناك انا بحب اروحها بتمتع فيها بجد. غير كده كمان انت هتحطي في دماغك كده. فلا احنا لازم ننقي حاجات حلوة وحاجات عملية علشان نروح بها الجامعة نبقى فرحانين وعندنا ثقة في نفسنا. طيب يا سورة نشتري امن الوكالة للجامعة تعالى بقى عليكم. ممكن نشتري هيكل. هيكل بقى بيبقى فيه في الجامعة على فكرة وحلوة قوي. انا بحب الهايكل ده قوي وعملي بالنسبالي. وموش ده وكان فيه لون منه. لونه على اورنج كده طبعا اشتريته عشان انا مضمنة هيكل. فاللي هو او هاي نكة ما عابش هو بيتقال كده او كده. المهم ان انا اه اشتريتهم هما اللي اتنين وكانوا نفس المركب نفس كل حاجة بس التاني كان اصغر شوية. فاللي هو القصد من الكلام يعني ان دي حاجة متوفرة هناك فانت هتلاقيها وسعرها كان خمسة وعشرين جنيه. طيب تاني قطعة ممكن نشتريها ايه طبعا احنا عزان نلبس حاجة فوقها يكون. فاحلا لازم نشتري او جاكت. فبصراحة في امصان كتير بتبقى جنس. نفس الفكرة دي بس ده مش من الوكالة. يعني ده مش من الوكالة بس فعلا في امصان جنس كتيرة في الوكالة. وانا قبل كده اشتريت واحد منهم بس انا مش لقيه. بس نفس كان نفس الفكرة دي بالزبط وكان في حدوث خمسين جنيه او ستين جنيه. فانت تقدري تشتري جاكت جنس اه قصد اميس جنس. اه في حدود خمسين جنيه. وهتلاقيه بسهولة ومتوفر برضو. طيب ممكن تشتري يعني احنا دلوقتي. طيب احنا دلوقتي نشترينا ببنط اشترينا الهايكول والاميس. يعني اش هتشتري بانطلون? طبعا لا لازم نشتري بانطلون. فالبانطلون ده انا كنت اشتريها من الوكالة. كان في حدود مية وخمسين جنيه او مية خمسة وسبعين جنيه. وده اغلى حاجة فيه ارخص. بس انا اشتريت ده علشان طبعا كان مقاسي وكده. وده ويد لج. فهو سعره مناسب قوي بالنسبة لان هو ويد لج في المحلات العادية اصلا بتبع بسبعمائة جنيه. يعني انا شارية واحد كان بعد السيل بربعمائة وخمسين جنيه. فهو ده مناسب قوي. وبرضه هتشتري مني الوكالة. طيب افرد بقى البنترون بتاعك واسع عليك شوية مثلا مش لازم حزام. فانت هتضطر ان انت تشتري برضو حزام. اه انا شارية حزامة. مش فاكرة الحزام راح فين بصراحة. ممكن يكون هنا. مش عارفة راح فين. اهو. فالحزام ده فيه فيه استيلات كتيرة قوي. انا كنت شارية الاستيل ده من فترة. دلوقتي فيه استيلات كتيرة جدا وفيه بقى الحزامة اللي هي الشفافة اللي طالع عموضة برضو في الوكالة ده انا شارية اه مش من الوكالة بس فيه منه في الوكالة كتير قوي واشكال كتير كان في حدود اربعين جنيه. تمام? نشتري ايه كمان من الوكالة بقى يسارة اه انا هقول لكم. نشتري ممكن نشتري فستان زي ده. ده بقى انا كنت شارية من محل زي الوكالة. كنت في راس البره ولقيته. بس هو نفس استيل الوكالة بالزبط لبس بلا بس يعني جديد بيتكت وكل حاجة ده كان في حدود مية جنيه او مية وعشرين جنيه وانا فصلت مع الراجل. طبعا اه ما ان انا فصل مع الراجل انا كده يعني يعني بس هو كان راضي. اما حاجة ان هو راضي. المهم ان انا ممكن تشتري حاجة زي دي للجامعة برضو حلوة جدا تلبس عليها جاكت او تلبسها عليها بادي اسود وبنترون اسود على بوت هيبقى شكلك حلوة او فانت حاولي تنزلي الوكالة وتدوري على حاجة نفس الاستيلات دي. تمام? ممكن تشتري تشيرتات. ممكن تشتري بقى تشيرتات من قصاد حمادة لولو اللي في الوكالة عشان هو هو اصلا المشهور في التشيرتات هناك. ده غير الاستندات. يعني انت لو لفت في الاستندات هتلاقي انت ممكن تشتري تشيرتات زي دي. حلوة قوي. التشيرت ده كان بخمسين جنيه وكان زارة وبالتيكت واصلي وكل حاجة. انا جيبت عشان الحركة دي. وفيه منه كمان سادة. السادة راح فين? اهو. سادة اهو. ده برضو كنت تشيرتات من الوكالة. كان بخمسين جنيه وزارة وكل حاجة. اهو. 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 اهو زارة اهو. وكان طويل وواسع. فانا عايزة اكتر من كده ايه يعني? كان انت شرت بخمسين جنيه. ممكن بقى تجيبي سويت شرتي عشان لو انت انت انسان عملية وعايزة تلبسي. اه حاجة بكمة وتنزلي بها على طول لو انت صحية متأخرة بقى ومستعجلة. فانت هتضطر ان انت تلبسي حاجة بكمة زي ده برضو كنزارة. وبكمة وحلوة قوي وطاري. ولونه ابيض. انا بحب لونه الابيض قوي. فهتلاقي برضو من ده كتر قوي. يا سلام بقى لو انت مسلا مقاسك سمول او اكس سمول فانت هتلاقي لبسي بالهابل. لبسي كتر جدا. فهي ده مشترياتي من الوكالة للبسي الجامعة. في حاجة تانية. كده انا وردتكم الحاجات اللي تليق على لبسي الجامعة. ومتنسوش طبع فيديوهاتي. اه الخاصة بالوكالة هتلاقي تحت صندوق الوصف. في صندوق الوصف هتلاقي فيديوهات الوكالة وكلها هتفرجوا عليها وشوف انا كنت بقى خد بعمل فلوك ازاي وباشتري ازاي. وبقيت مشترياتي كمان ممكن تعجبك وتشتري زيها. وهقولك زيها علشان اللبس اللي انا باشتريه بيبقى موجود فيه منه كتير في الوكالة. فانا بباشتريش. اه في حاجة بتبقى شبيهة ليه. اه نسيت اه بريكم حاجة. نسيت اه بريكم حاجة. كويسة انا قلت شبيهة ليه. ممكن تشتري. طبعا ده مش اي حد هيلبسه. يعني خلينا متفكين. ده اصلا بيتباع في المحل اصلا بتاع بولا من دي بير ذات نفسه. انا شفته في المحل كان بخمسمة جليه. بس هو كان لونه جاي على بيجات شوية. فهو نفسه هو اصلا ده بولا من دي بير اصلا ماشي? واتكلمت بكده عنه فيدجي برضو تحت في صندوق الوصف تحت وكل حاجة. الطعم ده انا اشتريته كان هو والبنترون الجنسي ده كانوا مع بعض كده وبدخلهم مع بعض كان شكله حلو او انا بالنسبة لي حاسيت انا شكل مختلف وشكل حلو. ده كان بكم يصور كان بخمسين جنيه ومقاسي الحمد لله. الشميس ده كان ليه كسة عندي. انا اول ما شفته عجبني خدته. وكان هو على فرشة كبيرة كده من اللي احنا بنقي فيها عند حمده لولو ده. المهم ان انا سيبت. قلت لأ هسيبه. المهم هو انا رجع لقيت بنتي كانت مسكيه عشان هو كان قطعة واحدة بس في الفرشة كلها. لقيت بنتي كانت مسكيه وكانت عايزة تشوفها عشان تشتريه. المهم ان هو قاسيته كده عليها عشان طبعا هو كان مقفول الزراير. مش ينفع تقيسة ان هي يعني هي مكسلة تقيس عادي يعني تعرف مكسلة بس هي كسلة تقيس. فاصح بيت هقلت لها ده هطلع دقيق قوي عليك وهو style oversize. فلازم يكون واسع على جسمك. وهو ده فعلا لازم يكون واسع. فالمهم ان هي سبيت. اوما سبيت روحت انا خدته واشتريته وقلت هوا من اسمينته ونصيبي علشان انا لفيت الوكالة كلها ولقيته. ودي حاجة ندرة جدا ان انت تلاقي حاجة عجبك وتسيبيها وتلفي وترجعي مش هتلاقيها. انس ان انت تلاقيها. ممكن اصلا ما تلاقيش الستاند كله يكون راجل نقل الستاند. فانت لو عجبك حاجة. واعجبكي هتعمل ان تفكريش. ما تجيش طول لسانة هلاقي احلى بينها. لأ مش هتلاقي. وهترجع عشان تشتريها مش هتلاقيها. ايه ده? المهم ان انت يعني يعجبك الحاجة تشتريها على طول. فبس كده. وكده كل الفيديو بتاعي خلص. ولو معنا امتين جنيه ممكن نشتريها جمع كتعة. هنشتري كتعة كتير. المهم تشتريها حلوة. ولايقها عليك وتكون جديدة. بيان عنها ان هي جديدة وتكون قيمة. عشان تفرح بيها وفعلا يبقى شكلك مميز في الجمعة. وتابعيني الفيديوهات الجاية وما تنسيش تتابعي بقية تلسلة تنسيقات الجمعة. ويلا باي بل.